يعود القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوبية لبنان إلى وطرته التصاعدية بعد أيام من هدوء نسبي شهدته الجبهة في أعقاب رد حزب الله على اغتيال بحسب زعم الجيش الإسرائيلي منصات صواريخ في الأحراج والوديان لكن الغارات الإسرائيلية المكثفة والقصف المدفعي المتواصل أوقع في الساعات الماضية شهداء وجرحا ما دفع بحزب الله للرد بعشرات الصواريخ مدخلا مستوطنة جديدة في دائرة نيرانه تكريسا لقواعد الاشتباك يكثف حزب الله رشقاته الصاروخية إذن بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحزب أطلق خلال شهر أغسطس الماضي 1307 صواريخ في حصيلة هي الأعلى منذ الثامن من أكتوبر الماضي وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى الوتيرة التصاعدية لإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إذ أحصد إطلاق 334 صاروخا في شهر يناير الماضي و534 صاروخا في فبراير وصولا إلى ألف صاروخ في مايو وبحصيلة أكثر من ثمانية آلاف صاروخ منذ مطلع العام غارات من هنا وصواريخ من هناك وكثافة نيران ورسائل من بارود تبقى حتى اللحظة تحت سقف الحرب الكبرى بانتظار تسويات إقليمية ودولية لا يبدو أنها قريبة المنال اشتركوا في القناة